منذ بدء حرب روسيا على أوكرانيا كان الغاز الروسي حاضراً في حسابات جميع الأطراق وفي الثالث والعشرين من مارس وجه الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أول إنذار سيكون على أوروبا مع بداية أبريل أن تدفع ثمن الغاز بالعملة الروسية الروبل الآن يؤكد الرئيس الروسي ذلك فماذا يعني هذا بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي؟ استخدام الروبل عملة لتسديد ثمن الغاز سيزيد الطلب على الروبل في المدى القصير وارتفاع الطلب على الروبل سيرفع سعر صرفه مقابل الدولار واليورو بعد تراجعه الحاد إثر فرض العقوبات الغربية على المدى البعيد يمكن أن يوطئ هذا القرار الأرضية أمام الروبل لاكتساب مكانة مهمة بين العملات الكبرى بعد إعلان بوتين عن قراره صدر مرسوم يحدد آلية تسديد ثمن الغاز الروسي الجديدة ينص المرسوم على أن بنكاً مختاراً سيفتح حسابين لكل مشتر واحد بالعملات الأجنبية والآخر بالروبل سيدفع المشتري بالعملة الأجنبية وسيسمح للبنك ببيع هذه العملة للحصول على الروبل فماذا يعني هذا بالنسبة للدول الأوروبية؟ ستكون هذه الدول مرغمة على قبول إحداث روسيا تغييراً من جانب واحد في العقود الموقعة وربما تجد نفسها مرغمة على خرق العقوبات التي فردتها هي نفسها إذا أرغمت على فتح حسابات في بنوك طالتها هذه العقوبات ما هي مخاطر عدم امتثال الدول الأوروبية أو بعضها للقرار الروسي وتنفيذ بوتين تهديده بوقف تصدير الغاز؟ ستجد أوروبا الغربية نفسها في خضم أزمة طاقية حادة لأن الغاز الروسي يشكل 40% من حاجتها وستتأثر حتى الدول التي قد تقبل القرار الروسي لأن شبكات أنابيب الغاز الأوروبية مترابطة أما بالنسبة لروسيا فإنها ستفقد أهم مصدر دخل لأنها تحصل على نحو 500 مليون دولار يومياً من صادراتها من الغاز والنفط وقد تجد صعوبة في تخزين الغاز المتدفق من الآبار إذا توقفت عن تصديره يظهر من كل هذه المعطيات أن قرار وقف تصدير الغاز الروسي ليس بالأمر الهيين وأنه سيلحق ضرراً بالغاً بالطرفين ترجمة نانسي قنقر